ليس سوى اتفاق سياسي تتحكم في مخرجاته توازنات القوى المشاركة فيه هكذا خرج التعديل الأخير الذي أجراه مجلس النواب على قانون انتخابات مجالس المحافظات في العراق وكذلك جرت التعديلات الثلاثة السابقة على القانون منذ الغزو الأمريكي فلقد جرت في العراق منذ الغزو ثلاثة انتخابات لمجالس المحافظات وفي كل مرة في ظل قانون مختلف غير أن التعديل الأخير في رأي محللين يكشف بوضوح مدى ما آلت إليه الأوضاع السياسية في العراق من تدهر صريح وانتهاك لفكرة الدولة وسيادة القانون إذ أن القانون عدل أساسا في 2018 ولم تجر أي انتخابات بموجبه كي تكشف جوانب القصور فيه ويصير تعديله واجبا ما تغير فقط هو خريطة القوى السياسية داخل البرلمان بعد الانتخابات النيابية الأخيرة ما يعني اختلاف معادلات القوة وتوازناتها بين الكتل ومن ثم صار تعديل قانون للانتخابات المحلية ضروريا من أجل تلبية احتياجات ومصالح الكتل السياسية الكبيرة الممثلة في مجلس النواب في استبعاد الكيانات الصغيرة من أي فرصة للمنافسة وليس من أجل مصلحة الشعب العراقي وحقه في تمثيل حقيقي له في مجالس المحافظات اللافت أن التعديل الأخير للقانون تخلى عن شرط البطاقة الانتخابية البيومترية التي اشترتها القانون السابق ما يعني عمليا منح القوى المهيمنة في مجلس النواب القدرة على التحكم بنتائج الانتخابات عبر التزوير المنهجي لتخرج مجالس المحافظات كصورة مكررة من التجاوزات والتزوير الذي أقرت به مفوضية الانتخابات في الانتخابات البرلمانية في السنة الماضية العراق في ظل سيطرة أحزاب العملية السياسية التي أطلقها الاحتلال ماضي إذن في طريقه نحو مزيد من انهيار مفهوم الدولة لصالح مفهوم جديد هو أقرب للتفاهمات بين تنظيمات المافيا على أساس توازن القوة بينها دون النظر إلى الناس الذين هم في كل الأحوال ضحايا هذه التنظيمات ترجمة نانسي قنقر